ثاني بقول بين النادي الأهلي يعني أنا مش شايف لي أي داعي اطلاقا وأنا مش هلعب إلا ما لعب ماتش الزمالك الأول طيب الزمالك دلوقتي المباراة كان هيلعبه بكرة وتأجلت المباراة لجهات الأمنية أو الدواء الأمنية وهتتلعب بكرة الزمالك مع المقولين العرب طيب يوم الخميس اللي جاي الزمالك هيلعب في طولة أفريقيا مع نادي جينراسيون خوت ده بطل السنغال في مباراة العودة لدول 32 لكأس أفريقيا وده يوم الخميس الجاي وعشان تتلعب مباراة مش قبل خمس سياب يعني مثلا قلنا الخميس يبقى ممكن الثلاث يبقى الجمعة السابت لحد الاثنين الثلاث عشان ياخد راحة هل الجدول موجود إيه يوم الثلاث اللي بعد الجاي ماهنا ربكة وبعدين انت النهارده نادي الأهلي بتستقوى بجمهورك هل اتحاد الكورة هو اللي أزهل قرار انت بتلو دراع مين انت بتلو دراع مين مش هلعب يعني ليه مش هتلعب هل حارك شايفها لاي لو يدراع طبعا لاي يدراع اتحاد الكورة ومسكوه مبارح قطعوا فيه ليه هل لان رئيس اللجنة الخمسية هو عمر الجنين اللي كان عوضه مجزرة نادي الزمالك طب مع صام عبد المنعم لاعب النادي الأهلي جو النادي الأهلي كان رئيس اتحاد الكورة عشرين رئيس اتحاد الكورة كانوا أهلوية ملهاش حلاقة وانا عامل الجنين والمجلس او اي خمسة او اي مجلس ادارة يهمهم انه ينجح هو يهمهم انهم ينجحوا يهمهم ان المسابقة تنتظم لان زي ما قال ياسر هتأجل المباراة هتأجل مباراة هتأجل الجداول حطير بك الموسم وبعدين هو اتحاد الكورة السندي عامل حاجة كويس اللي عاوز يشترك يعد تشترك في بطولة أفريقيا يعد في بطولة الأندية العربية عشان ما يبقاش كان الأهل والزمالك اللي عابوا البطولة العربية والأفريقية نصلك الضغط على اللاعبين نصلك في إجهد كانان في اللاعبين اه فأنا النهاردة النادي الأهلي بيقوله درع مين ما انت بتلويش درع على اتحاد الكورة لا ايه الودرع للأمن بقى طيب ايه الودرع الأمن ما هو الأمن هو اللي قدت تعليمات